اشتركوا في القناة اشتركوا بمعاد برنامجنا معاد برنامجنا بيكون الثالثة بتوقيت القاهرة ولكن اليوم بنقول التاسعة بتوقيت الاهلي نعم التاسعة بتوقيت الاهلي بالامس استطاع النادي الاهلي ان يعود الى منصات التتويج مرة اخرى بعد سنوات عجاف وصلت لسبع سنوات عجاف على النادي الاهلي من البطولات الافريقية او بالتحديد كما من دولي الابطال الافريقي فاز الاهلي على الزمالك في مباراة قمة فعلية مصرية أفريقية على أرض مصرية كانت قمة في الرياضة قمة في الروح الرياضية الحلقة اللي فاتت كنا بنسأل ضيوفنا التاسعة ولا الستة لكن احنا بنقول ان الاهلي جاب التاسعة وجاب الستة ايه ده؟ ده الستة دي كانت للزمالة انا بقول لحضراتكم الاهلي جاب التاسعة وهي دوري الابطال الافريقي واللقب التاسعة والأميرة الافريقية اللي بتعود أخيرا إلى معقل الاهلي بالجزيرة ولكن الستة هي السادسة أو المرة السادسة اللي الاهلي بيصل فيها إلى كأس العالم للأندية ليصبح تاني أكثر نادي يصل إلى كأس العالم للأندية وان شاء الله هيكون هذا في قطر في واحد اتنين بإذن الله تعالى المباراة كانت مباراة قمة في كل حاجة حصل منوشات في الآخر هنتجنبها لأنها كانت حاجة بسيطة لكن هنتكلم عن المباراة بشكل عام قمة في الأداء لازم نحي ونقول شكرا ونقول لجماهير الزمالك افراحوا بيفرقكوا قدم مباراة ممتعة مباراة رائعة ولكنها الكرة مش شرط مين يلعب المهم مين يكسب وسبق قبل كده الأهلي لعب والزمالك كسب والعكسة صحيح ولتنين لعب مباراة وإن كان الزمالك استحوذ بعض الأوقات عشان كده برضو النهاردة عاوزين نقول مليون مبروك لجماهير الأهلي في كل مكان مليون مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة رئيسه الكابتن الأسطورة محمود الخطيب مليون مبروك للجهاز الفني الحالي والسابق وكل من ينتمي إلى النادي الأهلي ودائما وأبدا على منصات التتويب الأهلي هو البطل هو الملك ملك أفريقيا قبل ما نطلع الفاصل بس فيه عندي حاجتين عاوز أقولهم سريعا قبل ما نطلع الفاصل بتاعنا بنقول الأول بنقدم فريق عمل برنامج سبوتس وقناة الصحة والجمال بنتقدم بالتهنئة لعريس الصحة والجمال وشركة كونسيط الأستاذ الإعلامي عبدالله الشريف اللي كان فرحه بالأمس بنقوله مليون مبروك بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير كمان عاوزين نشد على إيد شباب من تونس شباب من تونس دول عاملين قناة جديدة على اليوتيوب بإمكانيات بسيطة مقدمين مادة محترمة جدا وقناة اسمها ميديا أسند يا رب أكون بقولي الاسم صحيح بقيادة الأستاذ وائل نصري ومنشكر كل فريق عمل البرنامج ونقدم لهم التحية ودايما إحنا في سبوتس بنقدم سبوتات على كل الناس عشان كده بنقول دايما والوطن العربي الكبير لكل متابعينا في كل مكان دلوقتي قبل ما نطلع نستقبل ضيوفنا عندنا كليب حصري يزع لأول مرة من خلال برنامج سبوتسو من خلال قناة الصحة والجمال ليلة الأبطال كان متجهز قبل كده أنه يتعامل قبل النهائي من سنتين ولكن اتأجل عشان يكون حظين أنه يتعرض النهاردة من خلال البرنامج من ألحان وغناء نور المصري نسمع الفيديو ونشوفه ونرجع عشان نستقبل ضيوفنا ونتكلم في موضوعنا الساخن جدا انتظرونا في ليلة الأبطال من يجي لونوم سامران عشان يشجع الأهلي تاني يوم إننا نشقر على الوحيد من الزيبان ونبع رضا ضيوفنا في شكع الأبطال فالي جيبية فالي عظيم ترجمة نانسي قنقر لشانا يشكع إن أهلي تاني يوم هل هذا فريق كبير وحبه فالبي أكبر علمني والدي حبه ويوم عيوم بيكبر عودنا كل الطولة يجيب مرتبة أولى المكسب هو هدفنا يلعب ويلا برغولة هل هذا فريق كبير وحبه فالبي أكبر علمني والدي حبه ويوم عيوم بيكبر عودنا كل الطولة يجيب مرتبة أولى المكسب هو هدفنا يلعب ويلا برغولة هو نادي بطلاط وتاريخه وإنجازات والبحر يهب بزيادة نحكي عنها الحكايات في ليلة الأبطاء من يجي العنوم سهران عشان يشجع الأهل تانيون في ليلة الأبطاء من يجي العنوم سهران عشان يشجع الأهل تانيون إنها نشقر على الهل تانيون وفعلها توديرك بشجع الأبطاء فالي كيفية فالي عطيية نادي الكرن في القارة فلالفرق يا صامر عايزين الكسياري وحلفن للحار نادي الكرن في القارة فلالفرق يا صامر عايزين الكسياري وحلفن للحار من يجي العنوم موسيقى 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 عدنا تاني بعد الفاصل أعزائي المشاهدين عشان نبدأ الاسبوت التاني والاسبوت الرئيسي معنا النهار المخدرات والإدمان آفات في مجتمعنا المصري اتكلمنا عليها كتير قبل كده والدولة يعني عملت قبل كده مبادرات كثيرة ضد الإدمان وضد المخدرات ولكن ما زالت مستمرة وبدأت تستشري الفترة الأخيرة آخر الضحايا بتوعها كان شاب باسمه باهر عند 40 عام توفى على يد عاطل بن بابة كان بيتاجر في المخدرات اتقبض عليه ظن أنه هو اللي بلغ عنه راح المكان بتاعه وجاب سكينة وضربها في صدره وللأسف توفى الضحايا كتير وتكلمنا قبل كده عن أكتر من ضحية مش عاوزين نعدد الأسماء والكلام ولكن قلنا النهاردة أن احنا بعد الرسائل اللي جات لنا والحاجات شوفناها على السوشال ميديا والرابط اللي جالنا عليه رسائل كتير قلنا لازم نتكلم في هذا الموضوع مش هنتكلم زي ما كل الناس بتتكلم ونجيب أخصاء اجتماعي أو نفسي أو أي حاجة من دي هنجيب حاجات من أرض الواقع عشان كده النهاردة معنا الأستاذ علاء حسن وهو ناشط اجتماعي أستاذ علاء أهلا من حضرات دينا والأستاذ حسن الفحل وهو والد لضحايا من الإدمان أهلا وسهلا يا فن حضراتكم النهاردة حبينا نتكلم من داخل الأرض من داخل الناس ونسمع زي ما احنا متعودين دايما الأستاذ علاء أنا متابعه من فترة على السوشال ميديا ومن حوالي ثلاث سنوات كان بيتكلم على موضوع الإدمان ونشر حالات وحاجات تعالوا نسمع منه أستاذ علاء منين بدأت القصة؟ القصة بدأت من حوالي ثلاث سنوات بأن أنا فجئت وأنا قاعد في المكتب أن فيه سيدة جاية بتستغيث من أن ابنها وقع فارسا للإدمان وللأسف البدرة طبعا علشان الريف اللي احنا نعرفه أن البدرة كنا بنشوفها في الأفلام كنا بنشوفها في المسلسلات مع الناس اللي هم الأغنياء والكلام ده كله إنما كنا أن البدرة توصل الريف فده خطر خطر يهدد بيهدد الريف كله بدأ يعتبر بيهدد مصر كله إن هو البدرة تصل إلى الريف ده مشكلة ومشكلة كبيرة جداً وعليه يعني فيه بيوت اتخربت فيه سيدات طلقت فيه أطفال بتتشرد فيه مسحات بتتملع فيه دولة بتصرف علاج يعني لحضراتك بتتكلم عن آثار بتترطب على هذه المشكلة إن فيه عندنا لوقتي مشكلة الإدمان وبدأت فيه الريف ممكن حد بالسيدة المشاهدين يقول طب هو مدمن على نفسه أنا مضروف إيه لا الضرر يا أستاذ أنور وقع على الأسرة وقع على العيلة وقع على الجران وقع إن انتشرت السرقات السرقات دلوقتي عندنا في قرية البصرات رغم إن قرية البصرات فيها من الشباب المحترم جداً فيها المدرسين وفيها المحامين وفيها الدكاترة وفيها المدرسين وفيها من علماء الدين وبلد كبيرة جداً وبلد محترمة لما تنتشر هذه الآفة وينتشر هذا السرطان وتنتشر اللي هو البودرة وللأسف بدأ سن من 14 سنة في البودرة بيشم بودرة من 14 سنة حضراتك بتتكلم كتير عن البودرة يعني هالبودرة يعني الفترة الأخيرة بنتكلم عن الستروكس بنتكلم عن البانجو الحاجات اللي هي بدأت درجة في المناطق الشعبية حضراتك بتتكلم في قرية فحيطة البودرة دي مش شايف إن هي مكلفة شوية لا ما هي البودرة لأن هي البودرة أصلاً مضروبة يعني بيجيبوا برشام معين كده يعني بيغشوا في المخشوش بيغشوا في المخشوش وبعدين النهار رروح المقابر عندنا طول ما انت ماشي في شوارع المقابر وفيه سرنجات برمية على الأرض العال بيجيبوا قطرة نوع قطرة معين بيجيبوه وبيضيفوا عليها تسكرة البودرة اللي بيجيبوها وبياخدوها حقاً بيبتكروا كمان آه بيود تحت يعني انتهكوا حرمة المقابر وكتير دم بتلاقي العالب الطعام بعض وعملين المقابر ملاز لهم قاعدة طيب هارجع لحضرك تاني ونروح للأستاذ حسن أستاذ حسن إحنا قدمنا حضرتك على إنك والد مجموعة أو اتنين من الشباب اللي مشوا في هذا الطريق نادر جداً لما نلاقي حد عزيزي المشاهدين يطلع يقول أنا عندي حالة لأنه بيخافوا من التنمر ونظرة الناس بس حضرتك حبيت تفتح الجرح وتتكلم تفضل أولاً أنا برحب بحضرتك وبرحب بالبرنامج وبأسرة البرنامج وبالقناة اللي بديتننا الفرصة إن إحنا نتكلم لأن إحنا في كارسة إحنا في كارسة البصرات مركز المنزلة لأهلي البدرة منتشرة انتشار غير عادي أنا عندي اتنين عندي شاب 17 سنة وعند شاب 20 سنة لإتنين مدمنين بودرة وروح تبقوا مسحات في برصعية ورفضين العلاج نهائي قبل ما نوصل لمرحلة العلاج إمتى اكتشفت ده؟ لأن النهاردة الحلقة دي الهدف مين هي إيه؟ إن إحنا بنحط إصبطنا على الموضوع ده يا جماعة إلحقوا إصحوا في خط في خطورة بتحصل في كارسة بتحصل وده عينة قدام حضراتكم عينة واقعية بنتكلم بيها عشان ما يبقاش كلام في الهوى فحضرتك برضو قولي الناس إنت اكتشفت ده إزاي؟ يعني إزاي؟ وليه أمر يعرف إن ابنه بيتعاطى أو بيدمن؟ يا أستاذ عنوار المشكلة إن البودرة دي مش بودرة حقيقية دي بودرة مضروبة حاجة اسمها بيسة مضروبة أو حقيقية هي مخدر ما بتظهرش على الشاب في مجرد مثلا مرة أو اتنين أو تلاتة يعني ممكن طول ما هو معاه فلوس أنت ما تلاحش عليه حاجة بيجي الشاب بيجي الولد عادل بيت تمام ما فيش أي حاجة أسلوبه كويس كلام من دوان ليبدأ لما تحس بقى لما يحس إن الفلوس بدأت تروح من معاه أو ما فيش فلوس إنه يجي بودرة تيجي تبصت بقى أخلاقه تغيرت وصوته عليه يعني ما فيش أعراض جسدية عليه؟ زي ما نكنا نشوف مثلا اللي بيعمل كده ويعمل كده مش دي مش دي حاجة تانية لا مش دي ما فيش أعراض صحية بيتبان عليه؟ بيتبان عليه لما يكون بقى لما يجي لك بقى خلاص بقى إنه ما فيش فلوس بيبدأ يسرق أول حاجة بيبدأ يسرق من البيت تاني حاجة بعد ما يخلص سرقته في البيت يطلع يسرق من بره تمام؟ طبعا دي كارثة وده حصل مع حضرتك؟ أيه حصل معي حصل معي أنا عند اتنين آه عند اتنين حصل معي لحصل سرقة أو كده؟ آه سرقوا من البيت وبالتاجي بعد كده يبدأ يسرق من بره بدأت أودهم صحات طول ما البودرة في الموجودة قدامه هو مش هيبطر منبوء هو قالنا أنا مش مبطر مش هبطل لما منعلي البودرة من البلد وأنا بطر ومش على قد ابن باش معلش النهاردة أنت منعت البودرة من البلد أولا مش سلطتك حضرك أنك تتمنع البودرة لا ده أنا بكلمك على الثاني المود من نفسه بعدين حضرك أنا بقول لحضرك الوقتي لو حضرك يعني منعت البودرة هو هيروح مكان تاني ويجيب بودرة لا ما هو لو اتمنعت من هنا هتتمنع من مكان تاني يعني حضرك بتتكلم لازم نمنع ده طبعا أنا ما بتكلمش على القرية بس أنا بتكلم على مستوى الجمهورية بس هي منتشر عندنا في القرية بطريقة غير عادية هو يا جماعة عشان نبقى واضحين قرية البصرات هي نموذج لموقف فيها قرية البصرات احنا لنعرفوا عنها أنه مطلعة علماء ومطلعة ادباء ومطلعة اعلاميين وصحفيين كبار ومطلعة مستشارين فوالد جدا زي ما فوجود في البصرات يكون موجود في حتة تانية ايه بقى الحاجات التانية اللي موجودة حاليا والزواهر اللي حصلت نتيجة الاستخدام المخدرات نتيجة المخدرات وده اللي أنا بتكلم فيه يمكن أنا خلفا عن الوالد من أول التمنينات هو دايما ضد المخدرات وكانت البداية البداية كانت الحشيش وكان اللي بيشرب فوق سن الخمسة واربعين النهاردة اللي بيطعطى البدرة اللي هو السن زي ما قلت حضرتك منها 14 سنة ترطب عليه انتشار الرزيلة ترطب عليه انتشار السرقات ترطب عليه سرقة المنازل ترطب عليه خطف الموبايلات معاكسات البنات في الشارع يعني بنتمر المجتمع عشان احنا النهاردة احنا النهاردة بنتكلم وبنقول للناس احنا هنقدم لكم النهاردة عينات واقعية طبعا احنا مش هنتكلم في حرمات بيوت او نتكلم في اشخاص او اسماء لكن قلنا عينات من اللي تكلموا حضرتك من الحاجات اللي تشفتوها على الرجل أنا في سيدات بتجي للمكتب على الاعتبار طبعا انت عارف ان انا راجل بشال في السياحة الدينية ويعني معظم التسعين في المئة من التعامل بتاعي مع السيدات فالسيدات عارفين علاق حسن يعني ايه فالناس بتيجي بتأمني على الاعتبار ان ده ممكن يبقى سر فبيحكوا لي كل شيء تمام يعني فيه ولد صغير عنده 15 سنة قصر دراع أمه فيه واحد تاني استاذ علاق معانا مداخلة الفنية الحاجة فاطمة الحاجة فاطمة تفضلي عليكم السلام الحاجة فاطمة منين يا حاجة فاطمة ايوا السلام عليكم السلام معلش حضرك بس وط صوت التلفزيون وازمعينا من التلفوه اتفضل منين قالت مبروك لماصر وقالت مبروك للاهل الله يبارك في حضرتك يا ريتل احنا بنتكلم الوقت في موضوع الإدمان والمخدرات انا لو سمحت انا لو سمحت انا عايزة بلد طلب الدخول حضرتك منين يا حاجة فاطمة انا عايزة باللبو تنح مادت مالانا باضرة ين cust اصف Hernv رسالة حضرتك وصلت رسالة حضرتك وصلت الناس بتبكي احنا ع телефонاشي يا ماني يا منهارة أنا أستاذ أنور يعني من هذا المنبر العظيم من قناة الصحة والجمال ودير سالة أو أنا بناشد السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقولي حضرتك زي ما انت عملت مليون صحة مليون صحة وقضيت على انتشار وباء فيروسي حضرتك تولى هذه الكرسى التي تحملها هذه الكلمة من معنى وابدأ في معالجة الشباب اللي وقع فريسة للإدمان ويمنعه يعني يعني نعايز ابتهاد ودير سالة أيضا أو بلاغ من هذه القناة المحترمة السيد وزير الداخلية البودرة انتشرت بشكل غير طبيعي البودرة انتشرت بشكل غير عادي وبتدمر في المجتمع وكون ان هي وصلت الريفة استاذ انورد يبقى على الدنيا السلامة فلازم يكون فيه وافة من السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية زي ما قضيت على الفيروسيه يقضى على هذا الفيروس انا روحي الستاذ حسن استاذ حسن انت قلتلي ان حاولت تودهم صحاته ومنفعش هو منفعش وبياخد علاج وبيرجع تاني يا البودرة قدامه البودرة موجودة في البلد بخمسين جناه بيجيب بودرة وبتلاتين جناه بيجيب بودرة ومش ولادي بس انا بكلمك عن ولادي انا لو جتها مش عاوز احطيلك اعداد لان اعداد مهول وشباب كله شباب صغير يعني المشكلة كارثة ان دي شباب صغير ايه طلب حضراتك اخيرا؟ طلب حضراتك ان احنا عاملين مبادرة الشباب عاملوا مبادرة تمام بناشد اهل البصرات ان كل الراجل حر وكل الراجل خايف على بيته وخايف على عياله شارك في المبادرة قبل البودرة ما توصل بيتك سيد حسن سيد علاء انا بناشد ما عادش قدام حل غير اننا بناشد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يعطي تعليماته من الجهات المعنية معلش الوقت معنا خلص والله معلش الوقت بتاعنا انا مش عارف الوقت بضغوط معلش احنا بنعتذر لكم وبنعتذر السيد المشاهدين الموضوع كبير واستحاق وقت اكبر لكن للاسف وقتنا خلص بنشكرك شكرا جزيلا واتمنى تكون الرسالة وصلت لكل المسؤولين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الرسالة حضراتك قلتها واللسادة المسؤولين في الامن عشان نحل هذه المشكلة بشكرك شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين وبإذن الله نلتقي في حلقات قادمة نحط فيها سبوتات جديدة من برنامج سبوتس مع انور سالم وفي الختام دائما سلام